اطلقت الامام المتحدة والحكومة الباكستانية اليوم رسميا نداء للحصول على تبرعات تصل قيمتها الى نحو 160 مليون دولار لتمويل مساعدات طارئة لباكستان التي تعرضت لفايضانات غير مسبوقة في البلاد من جانبه قال وزير التخطيط الباكستاني ان بلاده بحاجة لا اكثر من 10 مليارات دولار لاصلاح واعمار مدمرات الفايضانات التي اعادت للاذهان كارثة 2010 الاسوأ في السجلات عندما قضى اكثر من 1000 شخص من جانبها قالت وزيرة شؤون المناخ في باكستان ان سلس مساحة البلاد غرق بالكامل